موسيقى وتكلف الدولة ونحط حارس والجامعة تتكسر وما في عشب ما في زر مو معقولة وين قاعدنا احنا فلوس الكويت الشعب تروح برا الكويت واحنا قاعدين ولا حدائق ولا مداخل ولا شي معقولة يعني مدخل مدخل صالح كم سنة هذا 15 سنة لا اخوي سمعنا كلام مايد الخير هذا سمعنا ابي فعل الوزير احنا قال الاعتاد تشهر ونشوف اعتاد تشهر هذه وان شاء الله خير اليوم احنا هينا زيارة منطقة القيروان بدعوة من الاخوة النواب محمد براك المطير والاخ جمعان الحربش وكذلك بعض اهالي المنطقة للطلاع على يعني بعض مطالبهم وشفنا المطلب الاول اللي هو عمل مدخل لمدينة القيروان وتناقشنا مع الاخوة في وزارة الاشغال والحمد لله يعني توصلنا لحل الموضوع الحصة المتطائرة انا صرحت اكثر من مرة ان احنا الان عندنا خطة اولا تشمل كل طرق الكويت وزعناها الى ثلاث انواع طريق جيد طريق يعني سيء طريق سيء جدا عندنا خطة راح نبدأ بالطرق السيئة جدا وبعدين نروح للطرق اللي اقل سوءا الى ان ننتهي من هذه الحصة وفي اجراءات ذكرناها احنا مساع واحنا قاعدين كذلك الاجراء الاول ان احنا موضوع التدقيق على البقاولين اعادة تأهيلهم زيادة فترة الضمان من خمس الى سبع سنوات طريق شاب لدينا مشروع تطوير له يعني داخل عندنا مشروع تطوير بس الان في طور التصميم والله كانت هناك بعض الشكاوى من اهالي المنطقة بصعوبة دخول منطقة من خلال الدائري الرابع باتجاه الجهرة او باتجاه العاصمة طبعا القيروان تعتبر مناطق الجديدة لكن للأسف انشئت دون ان تحل مشاكلها الرئيسية او بنيتها التحتية الرئيسية مثل مخرجها الرئيسي هذا المخرج الرئيسي لها على شارع الجهرة وارتباطه بالدوحة والديرة يعني الى دوار العظام وشرتهم هذا مغلق اشتركوا في القناة